مع لقاء أجرينا في السادسة مع السفير الإنجليزي جاريث بيلي في القاهرة عن موضوعات كثيرة جداً عن منتخب مصر وعن نجوم مصر المحترفين في إنجلترا وأهمهم طبعاً وأبرزهم محمد صلاح حسبكم مع السفير الإنجليزي جاريث بيلي هنشوف قال إيه ونشوف حضرتكم وقابلكم على كل خير إن شاء الله في السادسة الإسبوع اللي جاي أنا شرف لك أي سفير بيحترق على القادة الأهلي يعني مش حاجة بسيطة خالص وتشرفنا شكراً هل في حد مش مبهور من مو صلاح مو صلاح الملك المصري أنا أعتبر مو صلاح كسفير بين بريطانيا وإنجلترا وبرضو يعني هو سفير مش بس للكرة القدم بس سفير للإسلام وأنا شايف الراجل ده على الملعب هو يعني عنده مهارات عظيمة هو المشجعين والمعجبين به بيقلدوا السجود بتاعه وهو يعني إذا بيقسب بيأخد قول داماني بيه هو نموذج نموذج للإسلام نموذج للشباب وبالإضافة لذلك فوق الكل هو القسر الثقافي ورياضي ما بين بريطانيا وبين مصر فيه طبعا محمد الناني فيه برضو يعني ترزجيه فالنتيجة هنا أن أظن على حسب الإحصاءات الأخيرة أظن أن الدوري الإنجليزي يعني الجمهور المصري يعتبر من أكبر المشجعي ومعجبين للدور الإنجليزي فهذا دعا بيساعد أي السفير بريطاني لما نفكر فيه البريمير ليك ونفكر فيه اللعابة دول مصريين على الملعب ومثل ما قلت يعني نمازج للشباب نمازج للثقافة نمازج للإعلاقات بين البلدين النتيجة سحلة جدا يعني الجمهور المصري كل يوم السبت يتفرجوا أعلى البريمير ليك فالحمد لله المفروض بس أنا سفير بريطاني فهذا فيه برضو يعني داس هيبقى فيه داس تانيين بيقولوا لا بس أنا شخصيا أعتبر هو أفضل لائب مش بس في الدوري الإنجليزي بس في العالم بشكل أعمل زي ممكن ربالغ في الموضوع معلش بس الراجل يعني زحر واذا فيه عندنا ساحر زي دا وهو لسه شاب يعني هل هناك أفضل من مصالح على حسب انتباع الجمهور المصري لا أبدا وهو كسب برضو يعني لقبات رسمية أفضل لائب في أفريقيا مثلا وثالث أفضل لائب عند الفيفا فدي يعني لقبات رسمية وتوثيق لمنصب مصالحك الملك المصري وملك الكرة القدم فيه ناس بتأسأل عن إمكانيات أعتقد إمكانيات ومش احتمال أن مصالحة طبعا يدور على فرص مختلفة مع أندية مع دوادي زي ريال مادريد برسلونا طبعا طبيعة الهال السفير الإسباني هيكون ممسوط جدا وهو صحبي وفحطارهم بإسبانيا طبعا بس في النهاية يعني أنا ما بتصورش أنه فيه دوري أكثر مثير يعني ما فيش مكارنة منافسة لدوري الإنجليزي وبرضو يعني أنا أعتبر مصالح كجزء لا يتجزئ عن نادي ليبر بول فدعني طبعا بيدور على إمكانيات مختلفة في المستقبل الراجل حر جدا والشعب البريطاني ممنونين جدا بس فيه نوع من الحب عند الشعب البريطاني والشعب الإنجليزي بذات تجاه مصراح فإن شاء الله هيبق معنا ممكن نكلم بالأحلي وفي عندي حكاية أنا كنت هائد في بديلة أكسفولد في إنجلترا لديسمبر مش لديسمبر اللي فات اللي قابله وأحلي كان في الماتش دود كايزر تشيفس وكسب ثلاث أهداف مقابل سفر زيرو وأنا كنت أتفرج على الماتش مع صاحبي هشام هشام هو إذا هشام موجود تفرج على الجانيل أحلي هشام إزاي حضرتك بس الإجام أنا كنت إزاي إيدي ده أحلي بيكسب على طول وهو الآه ده المرة العاشرة اللي كسب بال شو اسمها لك الكهف كسب بالأفريقيا المرة العاشرة يعني نادي واحد بس ده مش معاول يعني في منافسة للأهلي في أي يعني نادي طبعا احترم بالزمالك بس في منافسة للأهلي في أفريقيا أكيد لا يعني أحلي في صنف لوحده الأحلي طبعا آخر مرة لأبف في المنديال يعني يكسب الدورة الثالث يعني المرتبال الثالث فطبعا أهلي يعتبر كنادي خطير جدا وقادر جدا ولذلك يعني تشالسي نعتبر برضو يعني تشالسي قسبت البريمير ليج ست مرات وبرضو تمانية أزون تمانية جوائز في أوروبا فأتطلق لمنافسة ماتش مباشر بين الاثنين في الفاينل وفي الآخر أنا في عندي اعتراف أنا سكوتلندي جنسية فالاسكوتلنديين يشجعوا أكثر النوادي في اسكوتلندا مثلا أنا مسكت رئيسي أبردين وأبردين مش يعتبر كنادي من المرتبة الأولى بس الأمر بسهل إنه أنا إذا أختار بين جلسي وبين أهلي طبعا أختار أهلي لسبب لكوني كسافية بريطاني لمصر وأنا أحب جلسي بس ما فيش علاقات هنيمة بيني وبين جلسي فالرسالة للأحلي بتوفيق في المونديال الأندية وإن شاء الله نادي الأحلي هيواجه جلسي في الفاينل وبتوفيق للأحلي في الفاينل الرسالة للمنتخب المصري طبعا ممكن أهم وهي بتوفيق مصر أنا شوفت الماتش بتاع المنتخب المصري الدود المغرب من يومين وأنا شوفت نوع من الأروح والتصميم مصممين اللعيبة مصممين للفوز للكسب كان هناك نوع من الإصرار على الكسب وكان هناك شراكة ما بين فيلا تريزيجي وبين نيفربول موسلاح في الجول ده العظيم دود المغرب فحتى لو الإمكانيات صعبة جدا وكاميرون يلعب في كاميرون وسط جمهورهم في نهاية توقع أن المنتخب المصري سينتصر إن شاء الله الانتصار وباليمان فبتوفيق مصر وتطلق إلى الفاينل وتطلق إلى الوقت أن مصر ترفع الكأس في أيديهم وتستولى منصب المستحق لهم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر